موسيقى كل طموح تلزمه العزيمة والإرادة حتى ينضج فإذا كانت صاحبة هذا الطموح إبرأة فلا مكان للتراجع أو الاستسلام حياكم الله مستمعين الأعزاء دوما وأبدا أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تجربتي أحببنا اليوم أن نصلت الضوء على تجربة نسائية رائعة شقت لنفسها طريقا في المجتمع وصنعت بصمة تربوية مؤثرة أرحب إياكم مستمعين بضيفتنا لهذه الحلقة الأستاذة سامي اسكيك مديرة مدرسة بشير الرئيس وعضو مجلس العلاقات الدولية أهلا وسهلا بك معنا أستاذة سامي أهلا بكم أهلا بك أستاذة ورده حقا يعني ما شاء الله مسيرة حافلة وهمها قوية فاعلة في المجتمع قبل أن نخود في تفاصيل نشاطاتك يعني حب ذا أن تطلعين على نبذة من مسيرة حياتك شكرا لكم لصدفتكم لي في هذا البرنامج بالنسبة لي أنا الاسم سامي اسماعيل اسكيك تخصص لغة إنجليزية وفي المجلسير إدارة تربوية في الدكتورة إن شاء الله إدارة تربوية أيضا أصول تربيع لدي خمس أبناء حصلت على المجلسير 2008 أكملت مسيرة التعليمية على فترات عملت كمعلمة لغة إنجليزية لمدة عشر سنوات انتقلت للإدارة بدأت في مدرسة حسن سلامة عام 2000 ثم كفر قاسم 2002 ثم ظهرت المدائن لمدة ثمان سنوات يعني في 2007 تسلمت الإدارة لغاية العام الماضي الفصل الأول كنت في ظهرت المدائن ثم الفصل الثاني بمدرسة بشير رئيس الثانوية لغاية الآن إن شاء الله يعني لك تجربة في الحياة التربوية في المدارس وثم الإدارة إدارة المدارس نعم إذن أنت عضو في جمعية صوت غزة الثقافي وعضو في مجلس العلاقات الدولية وتشاركين كما علمت في الكثير من المؤتمرات المحلية والعالمية وأيضا تقيمين العديد من الأيام الدراسية نعم نموثج للمرأة الفلسطينية النشيطة من أين لك هذه الهمة التي لا تدبل؟ من فضل الله يعني في أمور حياتي دائما أتحدى نفسي وأطمح إلى مزيد من إبداع وابتكار لا أريد أن أكون تقليدية كالأخريات دائما أتحدى الصعاب وأضع نفسي في المحاك أطمح لأن أكون الأفضل ولا أنتظر من أحد أن يشكرني مع أني حصلت على مركز مدير متميز على مستوى فلسطين في العام 2003-2004 وحصلت من فضل الله العام الماضي أيضا على مركز مدير متميز على مستوى مديريات غزة من فضل الله لا أنتظر من أحد فعلا أن يقول لي شكرا لأني أتمتع جدا بعملي أتمتع جدا بالإبداع أتمتع بأن أكون مختلفة عن أي إمرأة أخرى أطمح دائما لتعزيز من هم حولي من معلمات من طالبات من حتى من تهيئة بيئة مدرسية جاذبة أن تكوني مختلفة عن الأخريات شيء جميل في حياتك جميل ودائما الأفكار أعتقد وأنا أنصح بها للجميع الصراحة أن يكون أن نمضي الأمام قدما وأن لا نلقي بمشاكلنا وعبائنا على ظروف والإمكانات المادية والاقتصادية لا من لا شيء نصنع كل شيء نستطيع أن نعمل كل شيء ونحن نساء فلسطين من أروع الأمثلة يضربنا الأمثال فعلا في جميع أنحاء المعمورة بنشاطنا باجتهادنا بابتكارنا بإبداعنا هناك نماذج فعلا مشرفة في حياتنا في تاريخنا للفلسطينيات لكن بعيدا عن سامية سكيك المربية والأكاديمية حديثينا عن سامية الأم والزوجة من فضل الله رب العالمين هي الحياة الاجتماعية بالداخل أو حياتي كأسرة من فضل الله هناك تفاهم طبعا بيني وبين زوجي والفضل الله ثم له الأمانة في أن أكملت مسيرة التعليمية لأن أنا بدأت متزوجة تزوجت وأنا على دبلوم معلمات طرحت الفكرة أن أكمل البكالوريس وبدأ لن تستطيعي ممكن يكون هناك تأثير على الأولاد أو على البيت فنضلت لأن أبدأ متكرتي بعد الثانية عشرة بعد منتصف الليل فكان يصح ويجدني كده نائمة فوق الكتاب ساعة ثلاثة فجرا أو ما شابه فبدأ يقتنع بالفكرة وخاصة أني حصلت من فضل الله على امتياز بكل سنوات الدراسة في البكالوريس بعد ذلك أردت أن أكمل الماجستير ولكن هناك كان وقفات لأنه كان لدي ثلاث أبناء بشكل متوالي بالثانوية العامة توقفت فترة ثم عدت في 2005 وكملت الماجستير أكملته ومن فضل الله أيضا حصلت على التميز أو امتياز معدلي كان تلاتة وتسعين وثمان عشر كان يشجعني زوجي بشكل رائع أبنائي كنت أشعر بأنهم فخورين بي من فضل الله أكملنا مسيرة عاملة كنت أذاكر معهم منهم من أدرس له ومنهم من يذاكر معي كنت حافز جميل لهم من فضل الله من فضل علاقات الاجتماعية الداخلية جميلة جدا هناك تفاهم حياة الحمد لله رائعة وحضرت التوفيق بين حياتك الاجتماعية وبين عملك من فضل الله حتى سبحان الله العظيم ربنا يساعدك إذا أنت طمحت للتميز ربنا يساعدك حتى أبنائي منهم كان دراسته مالتي ميديا فكان يساعدني في إعداد البرامج أو الأفلام الوثائقية أو إعداد البوسترات أو تصميم أشكال معينة أو شغل يتعلق بأيام الدراسية أو بالمعارض الفنية والعلمية التي كنت أعد لها داخل المدرسة فكانوا مكملين لي والجميع كان يتنافس من يعني يستطيع أن يخدم في هذا السياق فمن فضل الله كانت الأمور على ما يرام بالرغم من كل الصعاب لكن التوفيق حليفنا كان دائما الحمد لله رب العالمين حديثين ما هي الصعوبات التي واجهت مسيرة حياتك أو حاولت أن تعيق اهتماماتك؟ لا يثنيني الشيء عن إرادتي يعني عن ما أريد بتوفيق من الله عز وجل كنت دائما أعمل وأتوكل على الله أجتهد وأتوكل على الله وكما قلت لك النجاح دائما حليفي هناك الكثير من المطبطين والمحبطين وماذا تفعلين وما الداعي لذلك ما الداعي لعمل مجلة مدرسية وأنا حين كنت معلمة عملت مجلة مدرسية باللغة الإنجليزية وكانت أول مجلة يتم إعدادها داخل مدارس الوطن لدرجة أنه مشرف وهو ليس مشرفي باللغة الإنجليزية قالي أنا تفخرت وفخرت جدا بأن معلمة داخل المدرسة هي التي أعدت هذه المجلة وتفخرت فيها في مؤتمر في رام الله وكنت أتباهى بأن هذا إنجاز وإعداد معلمة داخل المدرسة بدون دعم من أي أحد بالرغم من أنه طبعا أنا تسبقنا الكلمات لكن كثير من المعلمات ماذا تفعلين ما داعي لذلك لكن وجدت أنه إعداد مثل هذا النشاط كان له أثر إيجابي بشكل عجيب على الطالبات هناك تنافس هناك إقبال على القراءة إقبال على استفاء المعلومات من مصادرها الأصلية طريقة البحث هذا كله شجعني حتى على أن أكمل مسيرتي وفي كل مدرسة ذهبت إلى بعد أن أصبحت مديرة كانت الأمور أفضل بالنسبة لي لأنه وأنا معلمة كان يقتصر على من أدرس وأعلم ونقلت الفكرة للأخريات حتى كل طالبات المدرسة يعني أول عملت إعداد المجلة الأولى وزعت على جميع طالبات المدرسة وطلب مني مدير التربية التعليم في ذلك الوقت الأستاذ أبو المؤذن السلحان جوري أصعد الله صباحه وصباحكم إن شاء الله كان من أروع الناس الذين دعموني فعلا وقال لي يمكنك أن تبيع الطالباء المجلة بمقابل مبلغ وتنمي عمل المجلة داخل المدرسة وبالفعل نمينا عمل المجلة وصار هناك أعداد كثيرة وصار لدينا مكتبة باللغة الإنجليزية والأفتات ومجسمات خاصة باللغة فتم تطوير المبحث بشكل غير عادي لطالباتي والطالبات الأخرى فكان هذا حافظ رائع أو مثال فعلا للنجاح أكملته على مدى سنوات عملي تخصصك الأول كان لغة الإنجليزية الذي دفعك إلى تغيير مسارك في درسات العليا إلى الإدارة تخصصات داخل الجامعة أحيانا هي التي تجبرك على اختيار التخصص الذي تريدين يعني أول ما سجلت بالماجستير سجلت مناهج طرق مثل دولوجي لغة إنجليزية والأسف لم يكن هناك إقبال لأنه هذا كان المرة الثانية التي يفتتح بها القسم كان قبل أن أسجل 2005 كان في العام 2002 أعتقد افتتحوا لأول مرة بعد ثلاث سنوات افتتحوا القسم مرة أخرى فسجلت ولكن للأسف لم يكن إلا أربع طلبة فقط هما المسجلين وبناء على حولوني بشكل تلقائي إلى إدارة تربوية أصول تربية وبما أني مديرة وأصبحت مديرة فلم يكن يفرق عند الأمر كثيرا فتوكلت على الله ودخلت التخصص لكن لحتى الآن أنا فعلا كان نفسي أني أدخل التخصص بيور اللي هو لغة إنجليزية وليس حتى متودولوجيا بس للأسف ما في عندنا يعني مش موجودة التخصصات هنا حديثا بدأ افتتاح قسم لينجويستيكس وأعتقد لينجويستيكس فقط الموجود الآن التخصص سمعت أنك عملت على رفع مستوى التحصيل الدراسي في المدارس كونك مديرة ولكن باعي في الإدارة كيف رفعت مستوى التحصيل الدراسي؟ بالنسبة لي كمعلمة البدايات كانت كنت أعمل مع الطالبات أبدأ معهن من الصفر حتى في الثانوية حتى في الإعداد كنت أبدأ من البداية من الحروف مع الطالبات أعتبر أن الطالب تأتيني صفحة بيضاء وأنقش هذه الصفحة كما أريد وبالفعل حققت من فضل الله نجاحات كثيرة لكن هذا يتطلب جهود مضاعف طبعا يتطلب جهود مضاعف وأيضا يحتاج إلى نوع من الذكاء في التعامل مع الطالبات يعني تعملت مع طالبة لا تستطيع أن تكتب الحرف الواحد حتى باللغة العربية فعينت لها أو قسمت كنت أقسم الطالبات إلى مجموعات وأعين قائدة لكل مجموعة أتابع عمل مجموعة وعمل الطالبة في كل فصل فكان هناك تحسن غير عادي على صعيد عملي كمديرة الآن أنا أطلب من المعلمات إعداد خطط علاجية أتابع هذه الخطط دعينا نقول للثانوية العامة جميع الحصص التي تم فيها إلغاء المناهج وبالتالي أصبح الطالبة تنصرف يعني بعد أربع حصص أو خمسة لا أنا عندي القسم العلمي مثلا يعني يلتزم بست حصص أسبوعيا تقريبا معدى يوم الخميس يعني الحصص التي تم تفريغها من المباحث التي تم إلغاءها أنا أكرسها لمواد أخرى نكرس مثلا الكيمياء الفيزياء الأحياء الرياضيات اللغة العربية اللغة الإنجليزية نكرس هذه الحصص الإضافية لها يتم هنا معالجة الطالبات من خلال دروس تمكين أو حصص تمكين للمتميزات وخطط علاجية للضعيفات التحصيل هذه السنة على وجه الخصوص اشترك معنا أسير محرر اسمه وليد الأغا طبق لدينا برنامج هي كتجربة الآن وافق عليها دكتور زياد ثابت من وزارة التربية والتعليم على أساس أن تطبق في مدرستي مدرسة بشير ريز ومدرسة فلسطين يعني مدرسة للذكور ومدرسة للإناث وعبارة عن ماذا هذا؟ ركزها على الفئة المميزة الفئة المميزة من الطالبات طبعا بعد نواتج امتحان النصفي ركزنا على الفئة المميزة تم إعداد جدولة وبرامج معينة للطالبات بالمتابعة مع معلمات المباحث المختلفة البرامج تطبق وتنفذ ويأخذ تحصيل ودرجات تحصيل وكمان أو أيضا في عندنا جلسات إرشادية كانت بالنسبة له ستة جلسات إرشادية مع كل فصل تقريبا أخذها على الفرع العلمي والفرع الأدبي وهذا كان بالبداية العام وجدت له صدى جميل جدا لأن الطالبات أقبلت بشكل غير عادي أيضا في الفرع الأدبي نفس التجربة ولحتى الآن نحن نطبقها سيتم متابعتها إن شاء الله خلال الفصل الثاني على أساس تحفيز الطالبات وأن نحصل على معدلات حتى التصور أو توقع الطلبة أو الأهل هذا عملنا عليه إضافة للبرامج الأخرى والحصص الإضافية والدروس التمكينية والعلاج التي تتم داخل المدرسة كيف كان لك بصنة في تطوير الجانب المهني للمدرسات؟ كيف فعلت ذلك؟ طبعا لكي يكون الأداء جيد نبغي على المعلمة أن تبحث وتطور من نفسها وللأسف نستطيع أن نقول أن معلماتنا غير جادات بالبحث عن تطوير أنفسهن لأن ظروف الحياة لا تسمح لأن الأولاد لأن الأشياء كثيرة لكن أنا دائما أدفع المعلمات لتكملة المسيرة التعليمية أن استطاعت مديا ومعنويا أن تكمل فأنا أدفعهن لذلك إضافة للدورات التنشيطية داخل المدرسة يمكن أن تعقد يعني هذا العام عقدنا دورة عن الخرائط الذهنية هناك دورة أخرى عن البرمجة العصبية أو البرمجة العصبية هناك بعض الدورات في جدولة معينة زمنية نستطيع تنفيذها مع المعلمات إضافة لحضور الدروس التوضيحية وليس بالشكل التقليدي يعني لدي أنا مطان من الدروس التوضيحية درس لنفس المبحث تحضر جميع المعلمات للمبحث الواحد ثم بعد ذلك الزيارة الثانية يكون معلمة رياضيات مثلا يحضر لها جميع المعلمات وبالتالي أركز على الجانب المهني أركز على الجانب الأكاديمي وأنا معنية جدا ليس بنفس التخصص بالتخصصات الأخرى لأنه نفتقد أحيان لمهارة التعامل والاتصال والتواصل مع الطالب نفتقد لمهارة الإدارة الصفية الناجحة نفتقد لمهارة التعامل مع الطالبات بالشكل الإنساني تراعي العمر الزمني للطالبة أشياء كثيرة من النواحي الإدارية والفنية التي يطلب أن تكون لدى المعلمة لا تتعلمها إلا من خلال القدوة ينبغي أن تشاهد هناك نوع من الدروس أو لمعلمات أخرى متميزات في المبحث وهنا لا أستطيع أن أقول كثيرات أن أقول كثيرات ولكن هناك مشكلة عند بعض المعلمات يعني أطور نركز على هذا الجانب نركز أيضا عند حضوري للحصص أركز دائما على توظيف اللغة العربية الفصحة ما أمكن على طريق التنظيم الوقت هذا كله يؤدي لجانب مهني من حيث لا تدري المعلمات وكأنه منهاج خفي كأنه الطالبة نحن نعطي الطالبة منهاج لكن هناك منهاج آخر خفي يتم من خلال معاملتك معها من خلال الاتصال والتواصل تغرسين بعض القيم ليس بشكل مباشر وإنما من خلال المعاملة ومن خلال الحياة اليومية داخل المدرسة هذا منهاج خفي للمعلمة والطالبة رأيت أن اهتماماتك الأكاديمية كبيرة جداً في الجامعات في أيام دراسية وندوات وبرشات علمية ما السر في ذلك؟ يعني هو حب العلم والتعلم ومعرفة ما هو جديد فيما يتعلق بالعلوم التربوية على وجه الخصوص لأن هذا تخصصي أصبح في النهاية ويجب أن أطور نفسي كل يوم هناك يعني اقتراعات جديدة ونظريات جديدة وعلوم جديدة لكن ما تفاجأت فيه أنه حتى على صعيد يعني تخصصي كان في المجلس سرعة عن تخطيط للسراتيجي وجدت أنه أصول التخطيط للسراتيجي من الخمسينات ونحن آخر ما نفكر فيها العرب النظريات أصول النظريات حتى العلمية كثير من العلماء أو العالمات يعني أصول النظريات ترجع إلى 1800 وكذا ولكن نحن العرب للأسف بعد أن كنا أوائل أصبحنا نحن نأخذ من الآخرين ونقول أنه إحنا في تأخر معظم الأشياء التي أقرأ عنها أنا أطبقها فعلاً ولكن كمسمى لا أستطيع أن أضع لها المسمى التربوي فهذا واجب علي أن أبحث عن نفسي وأطور من قدراتي لكي يكون الدراسة مع التنظير يعني نحية العملية مع التنظير يعني نبغي أن يكون لدي إطار نظري كامل عن أي موضوع سأعمل فيه وبالتالي كانت فكرة إقامة الأيام الدراسية أو المشاركة في المؤتمرات كانت فكرة بدائية جداً لكنها لاقت صدى غير طبيعي لأنه كل يوم دراسي كنت أعمله كان بيشاركني حوالي خمس جامعات طبعاً بتشجيع من الساتذة الدكاترة الموجودين عندي اللي هم درسوني بالماجستير دكتور فؤاد العاجز يعني أنا الفضل الله ثم له في أنه شجعني فعلاً على إقامة أول يوم دراسي ووكل زملاء ومساتذة الأفاضل واشتغلوا معنا كان هو يتابع وكان يوم دراسي على نمط أو على غرار ما يدور في الجامعات وكان هذا يثير إعجاب من هم في الجامعة قبل المدريات لأنه الفكرة بإقامة أيام دراسية لم تكن واضحاً للجميع هذا بدأت فيه من 2008 تقريباً لم يكن أحد في المدريات كلها يعمل يوم دراسي حتى بالجامعة يعني أفتخر جداً يوم ما عملنا يوم عن لغة إنجليزية وكان أستاذ دكتور نظم المصري قال لي بالحرف الواحد أنت علمتيني أو علمتيني نحن الأساتذة ماذا نعمل بالجامعة ولم يكن قد قام لهم يوم دراسي في الجامعة أصلاً فهم بعد بعامين فعلاً عملوا أول مؤتمر وكان دولي فمن فضل الله كان ربنا بيوفقني كنا من تناول قضايا أول يوم عملته تناولت قضايا تربوية كنت طبقتها فعلياً يعني طبقت أردت المشكلة والحل خلال العام وفي نهاية العام أردت الإطار النظري يعني أنا طبقت يعني عكس الوضع بدل ما أدي الإطار النظري ثم الدراسة الميدانية أنا عملت الدراسة الميدانية البداية ثم أردت الإطار النظري وما فعلناه فكان له صدى جميل جداً اشتركت أيضاً مع جامعة الإسلامية يعني كان معظم المؤتمرات كنت بشارك فيها كباحثة كان هذا يعني كنت أشعر بأنه فعلاً ينمي وأطور من قدراتي البحثية ينعكس على عملي لأنه كنت أطمح دائماً للأفضل فكان ينعكس على عملي كل النظريات اللي كنت أقرأ عنها من فضل الله كنت أشعر أني أطبقها فعلاً وكان له صدى على تحصيل الطالبات على المعلمات على تهيئة البيئة الجاذبة داخل المدرسة ومن فضل الله كل مدرسة ذهبت إلىها لدي بصمة فيها وممكن السؤال يعني كل مدرسة عملت فيها كمعلمة أو كمديرة من فضل الله لبصمتي الواضحة والجميع يعرف ذلك من هي الشخصية التي تأثرت بها على الصعيد التربوي والأكاديمي؟ جميع من درسني بالماجستير خاصة لكن هو أكثر شخصية الأمانة دكتور محمد عثمان الأغا إنسان تربوي راقي جداً مثقف جداً يعني تستطيع أن أتسألي عن أي شيء فأي شيء يتعلق بالتربية تخصص كما بقوله أفقه ما شاء الله يفهم جيداً بالتربية ليس متوفر لدى الجميع ولكن من فضل الله كان هو المرجع الأساسي والأصلي لدائماً دكتور محمد عثمان الأغا وأتمنى أن أكون مثله وهذا كان سؤال التالي ما هو الطموح الذي لم تحققيه بعد؟ أطمح لأشياء كثيرة في مجال عملي أطمح أن تكون مدرستي هي المميزة دائماً ولو أنه لها سمعتها بشير لكن أطمح بأن أغير طريقة الإدارة طريقة التعامل طريقة البرامج أشياء كثيرة أفكر فيها وإن شاء الله أستطيع تحقيقها إن شاء الله بإذن الله بما أن لك باع كبير في الجانب التربية والأكاديمي ما هي رسالتك للمعلمات التي يقع عليهم عبء تنشأ تنشأت الجيل الصالح للمستقبل هي رسالة للمعلمات هي رسائل للمعلمات ليست رسالة واحدة فقط الآن لدينا جيل جيل الفيسبوك جيل ثلاث أربع الوقت يذهب سودان أفكارهم واهتماماتهم ويختلف تماماً عن جيلنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال ربوا أولادكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم القيم والمبادئ والعداد والتقاليد التي تربينا عليها نحن هي ليست نفس القيم والمبادئ والعداد التقاليد الموجودة الآن ولو أنه يعني بعضها لازال موجود عند الأهل لكن للأسف فهذا تغيى تماماً يعني أطالب المعلمات دائماً أول شيء بدراسة النمو النمو أو نمو الطالبة نفسها يعني مراحل النمو لديها تعرف اهتماماتها تعرف خصائص نموها تستطيع أن تفكر معها تصادقها تنزل المستوى لكي ترتفع معها تحاول أن تراعي مشاعرها تعملها كإنسان إن أحبت الطالبة المعلمة ستنتج وتبدع هذا على الصعيد الإنساني أو الاجتماعي طبعاً أن تقترب منها وأن تكترث لمشاكلها أن تكون قريبة منها يعني كثير ما أجد أو نسأل عن طالبة مربط الفصل أو المعلمة نفسها لا تعرف شيء عن الطالبة مع أنه ظرف المادية والاجتماعي وهو أشياء كثيرة تعاني منها والمعلمة لا تعرف شيء عن هذه الطالبة هذه المشكلة في حد ذاتها هذا على الصعيد كما قلت الاجتماعي والنفسي على الصعيد المهني يجب أن تكون المعلمة متمكن أمكان من مادتها متمكن أمكان من مادتها وإن لم تكن كذلك ينبغي أن تعتزل المهنة وأن تجلس في بيتها يجب أن تكون متمكن أمكان استعداداً لأي سؤال ممكن أن يطرع عليها وأن لا تستخف بعقول الطالبات لأن لا تستخف بعقول الطالبات لأن حتى الطالب السيئة التحصيل تستطيع أن تحكم على المعلمة هنا أجادة أم لم تجد أسوأ طالبة تحكم على المعلمة حكماً صحيحاً وليست المميزة الطالبة السيئة التحصيل أو متدنية التحصيل لذلك أقول أن على المعلمة أن تحترم كانت طالبة العلمي والمادي والأكاديمي والجوانب النفسية تحترمها وأن تنمي وتطور من قدراتها وأن توظف وسائلها التعليمية والتكنولوجية نحن الآن في عالم تكنولوجيا السبورة الذكية الالسي دي الانترنت الايباد كلها وسائل تعليمية توظفها هناك كثير من المعلمات للأسف التي تعمل لغاية الآن بالشكل التقليدي ولا تعرف شيء غير الكتاب والسبورة حتى السبورة غير منظمة للأسف الشديد ونعتمد أحيانا على الذكاء الطالبة الطالبة تستخف بنا الطالبة تستخف بالمعلمة لأنها لا توظف كل هذه الأشياء أيضا أطالب المعلمة ألا توجد ثغرات في الحصة خلال حصتها أو خلال يومها الدراسي الطالبة إن وجدت ثغرة فهذا مدعى للفوضى مدعى لعمل أشياء كثيرة خارج إطار الحصة فهذا يضيع الوقتها باء منثورة إن أجادت المعلمة توزيع وقتها توزيع الوقت إن أجادت إدارة الحصة إن أجادت توزيع أسئلتها إن أجادت التعامل الجيد حتى مظهره يجب أن يكون لائق بمعلمة تتعامل مع طالبة الثانوية أو ابتداية وحتى إعدادي لأن الطالبة تنقض كل ما في المعلمة تنقض كل ما في المعلمة كل ما ترتدي وكل ما تتكلم به أو تتحدث به فأطالب أن تكون لا نريد أن نبحث عن المثالية ولكن ما استطعت أؤدي عملي على أكمل وجه أطور نفسي أطالبها بتطوير نفسها تطوير قدراتها البحث دائما عن ما هو جديد فيما يتعلق بمبحثها ولا تلتزم بكتابها المدرسي المواد الإثرائية الأنشطة للأسف الشديد أن معلماتنا لا تهتم أبدا المعلمات بالأنشطة وتقول أن ذلك مضيع الوقت مع أن الأنشطة المنهجية تنمي من شخصية الطالبة تنمي من ثقافتها تجعلها تستطيع أن تتحدث مع الآخرين بلا باقة هناك الكثير من الطالبات لا تجيد التعامل مع المعلمة أو مع المديرة ولا تميز ولا تميز هذه مسؤولية معلمة أي مشكلة تأتي لدي بالمدرسة أقول أن المسؤول الأول وأخير هي المعلمة وليست الطالبة وليست الطالبة 99% ألقي العبق على المعلمة وليست الطالبة لأن المعلمة إن أجادت التعامل وأجادت في مهنتها وكانت متمكن أم كان لا يستطيع أحد أن يقول لها أنت خطأ وإنما الخطأ يقع على الطالبة في ذلك الوقت لكن إن لم تجد وفي مدتها ضعيفة وهناك بعض الطالبات المميزات التي تقف لتحرج المعلمة بسؤال ما عن كذا وكذا لا تضع نفسها على المعلمة لا تضع نفسها في هذا المحك وأن تكون على قدر المسؤولية وما خاب من استشار إن لم أستطع اسألي ولا تتزاعم وتكون موجودة في المكان لا اعتزل المهنة فورا أنت لست قدر المسؤولية فعليك بالاعتزال يعني في نقطة حبيت أضيفة أنا كان في عندنا الأيام الدراسية اللي كنت بعملها كان أول البدايات لمعلمات ليش اليوم الدراسي يعني ما فائدته يعني هي حاسة إنه ما بينكس عليها بأي أمر أو آخر مع إنه من بنود الإشرافية عندنا هل تساهم في حضور مؤتمر أو ندوة لما صرت أنا بانقل الجامعة للمدرسة الجامعة نفسها تنقل للمدرسة بالأساتذة بالأفكار التربوية الجديدة أصبح هناك شغف لدى المعلمات بدأنا بالفكرة من الأساتذة هم اللي شاركوا بعد كده نقلنا الفكرة للمعلمات بدأ المعلمات يشاركوا ثم الطالبات وهنا النجاح هنا النجاح لكن أخذ وقت طويل لكنه وصلنا لأنه فعلا الطالبة تعد البحث وتناقشه لدرجة أنه بعض الدكاترة قالوا لها أنت غلبتي الدكاترة بالمناقشة قالوا لطالبات فهنا هذا النجاح هنا النجاح أنه الطالبة نفسها تشارك بالبحث العلمي هذا النجاح يعني أرجو أن تصل هذه الرسائل لمن تستفيد منها إن شاء الله هو يساهم ذلك في النهوض بالتربية والملهجة الدراسية إن شاء الله إذن في حلقتنا الأخيرة من برنامج تجربتي شرفنا أن نكون أمام نموذج جميل ناجح من نساء مجتمعنا الفلسطيني امرأة حددت هدفها وصارت دون أي التفات لأي من معيقات المجتمع أشكرك جدا أستاذا سامي اسكيك مدير المدرسة شكرا لك بشير الرئيس وعضو مجلس العلاقات الدولية شرفنا بك هذا اليوم وشرفنا أن تكوني خاتمة برنامجنا برنامج تجربتي وشكر موصول لكم مستمعين الأكارم لحسن إنصاتكم هذه تحياتي لكم من الإعداد والتقديم ورداء الزبدة كونوا دوما بخير السلام عليكم اشتركوا في القناة شكرا لكم